اشتركوا في القناة من يريد أن يتحول المسلمون إلى وثنيين لن نسكت لهم من يريد للمسلمين أن يتحولوا إلى عقيدة ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز عقيدة اليهود أحبابهم الذين يطالبون بالصلح معهم ومع الانبطاع لن نسكت لهم ولو على جثثنا والله العظيم لن نسكت لهم فإن استلف الصالح ومنهم مصباح التوحيد الإمام علي رضي الله عنه قال من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود إلى كل مسؤول عن طفل وطفلة وإلى كل مسؤول عن مدرسة وثانوية وإلى كل مسؤول عن مسجد أو ما يسمى تكية وإلى كل مسؤول عن مؤسسة أو وزارة رسمية إن لم تضعوا حدا للتطرف فلقد قيل لا يحارب التطرف في لبنان إلا جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أما الباقون ساكتون